تعمق الحرب الدائرة حالياً بالمنطقة الانقسام الشيعي العراقي خصوصاً داخل الإطار التنسيقي بشأن مدار ما بين رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني ووزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين الذي زار بغداد يوم الأحد الماضي صحيفة الشرق الأوسط كشفت أن تلميحاً بسيطاً من بلينكين لرئيس الوزراء العراقي بشأن مواصلة واشنطن دعم الحكومة العراقية بلح الفصائل الانطباع بأن البيت الأبيض ليضغط أكثر على رئيس الوزراء وبالتالي لن تتوقف الهجمات ضد القواعد الأمريكية وأشارت الصحيفة إلى أن العراقين فهموا جيداً أن أكلم بلينكين رسالة إلى إيران ومن خلالها إلى الفصائل وضحة أن أجواء نقل الرسائل وتمريرها بين واشنطن وطهران أظهرت حجم الانقسام والتقاطع داخل الإطار التنسيقي إذ بدأ رئيس الوزراء الأسبق نور المالك يغيب عن آخر اجتماعه وقطع الصلة تقريباً مع حلفائه داخل الإطار وأضافت أن الأمريكيين لا يمكنهم التفريق بين حكومة السودان والإطار التنسيقي وما بينها الفصائل